عايز احكي لكم حكاية والكلام ده بيحصل في افريقيا واتكلمنا قبل كده وانا هنا ما بتكلمش على حد لكن انا هحكي لكم موقف انا عشته انا عشته وفيه شهود على الموقف ده قبل مباراة تصفيات كاس العالم 2002 في الرباط امام المنتخب المغربي اللي اتغلبنا فيها 1-0 بهدف مصطفى حجي كنت انا طبعا صغير كان عندي يعني 18 سنة ولكن كلام ده اللي بقول لكم ده من اكتر من ممكن من 21 او 22 سنة يعني مش عارف اللي ايه معدت بسرعة كده ازاي لكن عدت انا فاكر كويس جدا ان في الوقت ده الكابتن جوهري الله يرحمه طلب من الحكومة المصرية ان هي تصفر معانا شخص لفك السحر شخص لفك السحر احنا سافر معانا يعني ايامها في المتشاط دي كان بيسافر معانا يعني دايما في المتشاط اللي هي الكبيرة دي كان بيسافر معانا زباط من اجهزة سيادية بيسافروا معانا بيبقوا موجودين معانا للتأمين وقصة انا بحكيلكم تفاصيل محدش عارفها كما بقول لكم الحقيقة كان دايما يبقوا موجودين معانا في الطيارة موجودين معانا في الانتقالات في الاوتوبيسات قاعدين معانا وفيهم ناس لغاية دلوقتي اصدقاء يعني بيبقوا موجودين معانا للتأمين وكل حاجة وفجئنا في المباراة دي ان في احد الاشخاص موجود معانا بس شكله مش ظابط شكله مش ظابط ابدا يعني فمين الراجل دا قاعد في الطيارة بس قاعد جنب الزباب بتوع الاجهزة السئدية دي مين الراجل ما انا عرفش لغاية ما قابل المطش بيومين كابتن جور يا الله رحمه طلب لعيبة لما وصلنا الرباب بقى خلي بقى كل المطشات دي كانت بتبقى عاملة زي ايه حرب حرب في الكورة حرب في الكورة يعني بس حرب نفسية وضغوط وجمهور جمهور قاعد لك ماتش حياة وموت جمهور قاعد لك تحت القتل في الرباط بينايمكش بيغني وبيعمل لك سواريخ كنا بنقيش بس كل الاجوال اللي اتخالوها في حياتكم في الكورة يعني فجأت يعني بالكابتن سمير عدلي ربنا يديله الصحة ان هو طالبني في قودة كابتن جهل فطلقت لقيت هو طالبني انا ويعني والكابتن نادر السيد وانا وكابتن نادر السيد طبعا كابتننا كلنا وحارس مرمى مصر التاريخي العظيم اللي كل المهاجمين افريقي انا بيخافوا منه ويعملوا حسابه كابتن نادر السيد واللي للأسف مش واخد حقه في مصر المهم كابتن جهري كابتن سمير عدلي وبحكي لكم القصة دي والأول مرة بقولها كابتن سمير عدلي طلب ان انا وكابتن نادر وانا دايما كنت بقى مع كابتن نادر وانا صغير كابتن نادر يعني ايه وانا صغير كان متبنين وكان على فكرة واحد من الاسباب الرئيسية اللي انا رحت المنتخب فأول مرة كان كابتن نادر كابتن جهري يكلف كابتن نادر ان هو يعمل سكاوتينج ويروح يتفرج عليها في بلجيكا اذا فتكروا كابتن نادر كان بيلعب في بروج وقتها احد الانديها طبعا الكبيرة جدا في بلجيكا وانا كانت اتقود سنة ليها في بلجيكا وصغير في كابتن نادر جيت فرج عليها ومن هنا بقى ده اتعلاقتي يعني بكابتن نادر السيد وروحت المنتخب بعدها بشهرين ثلاثة على طول قبل مباراة المغرب في الدول الاول في يناير 2001 فطلعنا لقينا الرجل اللي دخلنا السويد بتاع كابتن جهري او الجناح بتاع كابتن جهري الله ارحمه فلقينا الرجل اللي كان معنا على الطيارة ده قاعد مع كابتن جهري كلعت انا وكابتن نادر دخلت ايه قصة يا جماعة كابتن جهري قال لي يعني بس ايه الاستاذ جمال انا فاكر كويس جدا كان اسمه جمال يعني هيقرأ عليك بس كده شوية حاجات علشان يعني في حاجة كده احنا شكين فيها عايزين نتأكد منها وانت نادر نفس الكلام نفس الكلام